السلام عليكم. نحن نتحدث عن معاني رموز اعطال غسالة طايو و كيف نحل الاعطال لو عطل اللي اللي هو الاكتر انتشارا في غسالة طايو بالمجفف وبقية الاعطال التانية. اول عطل معنا صعوبة فتح الباب طبعا بسبب عادة زر التشغيل يمكن ايجاد صعوبة في فتح الباب بعد توقف عن العمل وذلك بسبب عادة زر التشغيل عن طريق الخطط او عن طريق الخطأ او بسبب تلف في قفل الباب وتظهر لوحة التحكم بالرمز لا. لو ظهر معاني رمز لا يبقى مشكلة في لق الباب تالف او ممكن كمان يكون المقبض بتاع الباب مكسور. لحل المشكلة اول حاجة بنفس الطيار كاربع عن الغسالة ونقفل وصلات المياه ونتأكد من اقلاق المصباح الارشادي ونتأكد من اقلاق الباب جيدا عند تشغيل دورة القسيل او دفعة للداخل بقوة عشان ما يكونش في ملابس خارجة منع الباب من القفل كويس. ممكن يكون حاجة عالقة ومانع الباب يقفل بشكل كويس. ونسحبه مباشرة بعد ذلك الضغط عليه. نفحص قفل الباب ونغيره لو قفل الباب تالف. العطل الثاني اهتزاز الغسالة بقوة او بيظهر عطل في الغسالة. عشان نحل المشكلة دي في الغسالة الطيو. نتبع لو الغسالة طبعا لسه جديدة. في اربع مصامير خلف الغسالة دي مصامير التثبيت علشان النقل. اه من فك الاربع مسامير دي لان المصامير دي لو ما اتفكرتش الغسالة هتهتز جمج جدا. دولة بيبقوا موجودين علشان النقل واول ما تثبت او تشتغل خلاص المصامير تتفك وما بتحطش مكانها تاني. ونستخدم اه منظم غسيل خاص بالغسالة لان الرغوة اه بتسبب اه مشكلة الاهتزاز بتاع الغسالة. ونستخدم حمولة مناسبة لان برضو كتر الملابس. اه بتسبب الاهتزاز والضبط سرعة التنشيف لان السرعة لو اكتر من اللازم خصوصا على مستوى من خفض ملابس قليلة او ملابس خفيفة هتسبب نفس العطل ونضبع فلتر مضخة التصريف. ازا يمكن انا تسبب تراكم الوسخ داخل فلتر المضخة باتزاز الغسالة. ونوضع الغسالة على سطح مستوي نتأكد من توازن الغسالة على الارض. اه لو الغسالة قديمة وكل الحاجات ديت اه تأكدنا منها كويسة للغسالة متوازنة والفلتر المضخة التصريف نظيف وما فيش ملابس اكتر من اللازم والرغوة كويسة بيكون اه مشكلة في مساعدين الغسالة. العطل الثالث الغسالة لا تعمل. اه يمكن حل عطل توقف الغسالة من العمل باتباع الخطوات. طبعا نفصل الكهرباء ونفصل المية ونتأكد ادخاله بشكل صحيح في المكان المناسب لان ممكن يكون الكوبس هو اللي تالف او الوصلة بداية. نفحص الطيار الكهرابي داخل الكوبس ونتأكد من وصوله الكهرباء بالغسالة ونختار المفتاح المحدد للبرنامج وتشغيله لتأكد من عمل الغسالة. اربعة خطأ في التصريف ده اه ممكن يظهر معنا رمز عطل او اي ده ده مشكلة في المية لسه موجودة ويكون بنظف فلتر التصريف ونتأكد ان المدخد التصريف شغالة لو مش شغالة بنتأكد من وصلتها. لو وصلتها تمام طبعا بيكون تلفة تحتاجها تتقاس وتتغير وممكن يكون القراطين بتاع التصريف فيها قطعة ملابس منع وصول او دخول المية لمدخد التصريف. العطل الخامس مشكلة في ملء الغسالة بالماء او بيظهر معنا عطل اي اي او اي 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 ده بيكون اه مشكلة عدم دخول المية نتأكد طبعا بنفتح بنفس المية ونتأكد اه نفك الخرطوم ونتأكد ان المية قوية وكمان نتأكد من مصفات دخول المية سليمة لو لسه موجود معنا العطل طبعا ده بيكون صمام دخول المية في مشكلة ونتأكد ان الماء ضخة اه شغالة والخرطوم مش نازل على الارض خرطوم والتصريف ستة عطل في محرك المروحة بيظهر العطل في محرك المروحة داخل غسالة ورمز اي تلاتة ويمكن حل المشكلة من خلال اه نفحص مطور المروحة للتأكل من عدم وجود اي انسداد اه اه مسبب تلف في المحرك ونفحص عمل اه محرك المروحة وقطرته على العمل من اثناء تشغيل الغسالة اه وفحص زر بي سي بي طبعا لو المحرك تالف بيحتاج تصليح او تغيير سبعة اه اه عطل في محرك او مطور الغسالة او بيظهر معانا رمز عطل اي تماني على لوحة التحكم او على الشاشة دي تكون مشكلة في توصولات اه محرك الغسالة اه وصدور الصفارة لمدة عشر سواني كل عشر دايو ويمكن حل المشكلة من خلال نفحص محرك الغسالة لو تالف طبعا بيحتاج تصليح ونتأكد من وصلاته وكمان نتأكد ان حمل الغسالة مش اكتر من اللازم ومفيش ملابس محشورة داخل الحلق يعني حلة الغسيل بتشتغل بشكل بايدنا كده بشكل اه بشكل اه سهل مش تقيلة. اه 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 آه اه 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 مشكلة في مستشهر درجة الحرارة او بيظهر وقاطل على الشاشة اه 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 ده نفحص توصولات جهاز الحساس بتاع المجفف. ونتأكد من درجة حرارة المستشعر. وطبعا التوصلات بتاعته لو الحساس محتاج نتغير بنغيره. عطل مستشعر بتسخين المجفف او بيزهر عطل اتش تلاتة على الشاشة. ده نتأكد من اضافة محرك المروحة وعدم وجود عقق داخلها ونفحص الاسلاك والتوصلات ممكن تكون موصلة بشكل صحيح او مفكوكة من مكانها. ونفحص حساس السخان الخاص بالمجفف. عشرة مشكلة في تسخين مية الغسالة. بيزهر معانا على شاشة اتش ستة او اتش اربعة. برضو لازم نفحص مستوى المية داخل الغسالة. ونتأكد من مستوى درجة حرارة المستشعر. ونفحص السخان شغال ولا لا او بنقيسه بالكهرباء او بالافوميتر. ونتأكد من الوصلات ونفحص ترومستات الخاص بالغسالة بتاع السخان. اشتركوا في القناة